تشتغل محتاجة تدخل الدولة كلها تبقى موجودة بمؤسساتها النهاردة خلاص الحمد لله دخل القطاع الخاص اهو دخل معاك يدخل مش في المجال ده يدخل في كل المجالات كل المجالات انت عايز النهاردة تخرج منها في مواني مثلا مطارات مثلا رئيس الوزراء النهاردة بتكلم عن مطارات كمان عملية الإدارة والتشغيل مطارات لانه بره كده بره العالم كله كده ما عاد عندنا ليه انا مسك المطارات انت مسكول عن مطارات امنيا زي بره كله امنيا لكن ادارة وتشغيل بتاعتك هو انت شاطر لا مش شاطر هو انا اشطر من هسرو اشطر من دبي لا طبعا مطاراتي لا طبعا محتاجة كتير طب ده محتاج بايه اللي قال عليه رئيس الوزراء النهاردة ان احنا كمان بحالين في دراسات تتم بيه ايضا المطارات كانت بعيدة عننا وبالتالي ان احنا يمكن فترة الجاية هيبقى حديث عن مطارات كمان العالم كله يا جماعة بيشتغل كده انت المسألة الامنية وكذا دي موجودة اجهزتك ومؤسستك موجودة فهدش مشكلة لكن ادارة المطارات تشغيل المطارات هو ده اللي بتكلم على القضاء الخاص يبقى موجود معاك زي الفنادق اشطر اشطر يدخل معايا في كل ملف ان احنا معادا المشروعات الاستراتيجية اللي كلنا عارفينها اللي هديات افضل مملوكة ليك محدش يبقى موجود معاك ليها طب اي حاجة تانية تشيل عني عباء قطاع الاعمال كان عنده مرتبات عنده فلوس عندوش عنده مشاكل طب لو يبقى حد داخل ويشيل ويتحمل ويتأولى ويدير وصيانة ومرتبات كمان انه خلي بالك الناس اللي شاطرين في المجال ده بيجيلوا زبون كويس سعر الاوضة النهاردة يرتفع بدل ما كنت تبيع كزا لا النهاردة هتاخد خدمة كزا لان هو دي المقارنة ما بين هنا وبين هنا بتاخد هنا اوضة بكام وهناك بتاخد اوضة بكام هو ده الفارق ده الداخل اللي هيجيلك يبقى فيه عائد ليك كدولة فيه عائد حتى على صناعة السياحة في مصر فيه عائد على الناس اللي شغلين في مجال السياحة في مصر هو ده فوايد كتيرة جدا وتشغيل ناس فرص عمل اكتر حجم اقبال لانه انت في الاخر بقول لحظاكم لما بتكلم على النهاردة اللي تم توقيعه ده بداية متميزة جدا للحكومة المصرية مع دخول القطاع الخاص وغيره من المشروعات حتى لما كنا بنتكلم على المواني ايوة القطاع الخاص يدخل معاك المصر يدخل الاجنبي يدخل معاك العرب يدخل معاك زي ما هما داخلين معنا النهاردة النهاردة بيتم النهاردة مجلس النواب النهاردة لأول مرة بيتم الموافقة اليوم على توطين الصناعة صناعة عربية المترو اليوم وفق مجلس النواب محدش كان معترض كله وفق بالاجماع النهاردة على توطين عندك شركة مصرية داخلة مع شركة كورية في ناحية قناة سويس نعمل مصنع هنصنع عربياتنا ده حد يدائم من كده مش دي أمر إجابة نقلة بالنسبة لنا توطين صناعة عربيات المترو الي احنا عمرنا وعملناها نبدأ نعملها ونصنعها وعندنا شركة مصرية موجودة شغالة زي ما شركات مصرية تشتغل في مجالات أخرى عربيات سكة حديد وغيره ويبقى عندك كل حاجة بتعملها ببلدك زي ما انت بتعمل نهاردة هو ده التحول اللي بيحصل فالتحول ده بناخده بالطريقة الإيجابية بعض الناس يقالك هو خدوها بالأمر مباشر مش حاجة اسمها أمر مباشر ده إجراءات انت بقى لك سنة مش عملت الموضوع ده في يوم وليلة سنة بتعمل إجراءات عشان تصل النهاردة إلى التوقيع اليوم في مقر مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر